موسيقى مساء الخير مشاهديننا مساء السعادة على كل متابعنا عبر شاشتنا شاشات الراي أيام جديدة وفقرات جديدة من برنامجنا مسائي واليوم رح يكون في برنامجنا كثير من الفقرات رح يكون عندنا إن شاء الله برنامج تدريبي بعنوان اكاديمية الأسرة للطب الأطفال وأيضا عندنا فقرة جدا مهمة لتهم الكثير من الناس وهي فقرة اقتصادية عن آخر المستحدثات الاقتصادية وانعكاسها على المتستوى الاجتماعي أو منصها على المجتمع الكويتي الغالة والزيادات والناس اللي مقارنة توفر مصروفها أو المقدرة حتى تقتصد في استخدامها الجيد لمحافظها المالية عموما رح تكون عندنا الكثير من الفقرات مثل ما قلت لكم لكن البداية رح تكون مع شيء مميز يهم كل أفراد العائلة من خلال تنظم رابطة الطب التطوري وبالتعاون مع مكتب الاستشارات والتدريب في كلية الطب جامعة الكويت برنامج تدريبي هو الأول من نوع بالكويت تحت عنوان اكاديمية الأسرة للطب الأطفال وحمل وشعار دليلك لصحة طفلك رح نتعرف على أهم الهداف من هذا البرنامج وكيف بدأت الفكرة رح نتعرف أيضا من خلال تواجد ضيوفها بالاستيديو بسمكم مشاهدين أرحب بدكتورة ناهد عبد الرزاق العتيقي وهي استشاري الطب الأطفال تطوري مساء الخير دكتورة مساء النوري حياة الله معنا والله حياة وأيضا معنا دكتورة هديليا سين الفرس وهي استشاري طب الأطفال تطوري ورحب فيكم مشاهدين ورحب فيها بمساء الخير دكتورة مساء النور صراحة البداية يعني بعد ما نشوف يعني شعار مميز وجهود مشتركة بينكم وبين كلية الطب نحب بداية نتعرف معاش دكتورة عن أهم يعني فعليات هذا اليوم كيفية الفكرة حتى تسوون يعني شعار جميل يجذبنا نحنا نتعرف على الطب التطوري يخدم ماذا وين مكانكم شنو الأهداف شيء وايد أني رح نتعرف خلال حلقتنا لكن بداي يعطيني وقت طفعا معنا طبعا البرنامج اللي ذكرتي أكاديمية الأسرة اللي تطب الأطفال برنامج تثقيفي توعوي للأهالي جميل هدفنا أن ننوعي الأهالي عن صحة الطفل لأننا نبقايا خير من العلاج فالأساس هدفنا أن نوصل للأهالي ولمجتمع نوصلهم للعلم اللي عندنا عساس نزيد ثقافتهم الطبية لأننا لاحظنا إحنا من خبرتنا كدكاترة أطفال وأن الثقافة الطبية عندنا فيها قصور فنبي نزيد الثقافة لأن إذا ارتقينا بثقافة المجتمع الطبية رح نكون مجتمع صحي واعي أكثر الفكرة بدأت بدايتها بأمريكا اسمها كان الميني ميديكال سكول يعني كلية الطب مصغرة كانوا الأطباء يقدمون محاضرات ودورات للأهالي بكل شي خصحتهم فإحنا اقتبسنا الفكرة هذه وسويناها بس تخصحت الطفل في معنى مجموعة تستشاريين كلهم كويتين على مدى خمسة سابيع إن شاء الله مرة بالأسبوع بالليل بكلية الطب أساس نعطيهم المعلومات اللي احنا اكتسبناها خلال خبرتنا ودراستنا للأهالي لشيء سنزيد من ثقافتهم الطبية جيمين يعني تفاصيل سريعة من أمريكا إلى الكويت رح ناخذ أكثر من تفاصيل مع دكتورة ناهد ونقول دكتورة ناهد لمن يتكلم عن يعني التفاصيل اللي خلتكم أن تتشجعون وتقيمون هذا البرنامج ممكن نحن ناس واجه يسمعوننا كل اسبوع عندنا مؤتمر طبي كل اسبوع عندنا برنامج بس لما نقول الطب التطوري حتى حتى خط تفاصيل أكثر ناخذها منك أولا نشكر قناتي الرائعة للاستضافة والتعريف عن البرنامج التدريبي اللي مثل ما تفضلتي بالمقدمة وذكرت دكتورة هديل أن الأول من نوعه في الكويت والأول من نوعه في العالم العربي اللي شجعنا أكثر أن نحن نسوي هذا البرنامج التدريبي اللي هو موجه للعمة الشعب مولد دكتورة فهو مو مؤتمر طبي وهو برنامج تدريبي لعامة الشعب عن صحة الطفل فأي واحد مهتم بصحة الطفل ممكن يسجل سواء كان من أباء أو أمهات جدات أجداد لأنهم صرحهم يرونيها في البيت بالزمن هذا وانشغال الأمهات والأبهات لكن لأهال أغلب الوقت ممكن قاعدين عند اليده ولو يحدث طارق أو الطفل مريض أو هذا ممكن ما تقدر تتصرف وتتعب مع الطفل فالبرنامج مفتوح حق الكل حتى المعلمين واللي في حضانات الأطفال العاملين في حضانات الأطفال نشجعهم على التسجيل في البرنامج البرنامج يشمل صحة الطفل تقريبا الأساسيات في صحة الطفل سنتكلم مثلا عن أمراض مختلفة وأعضاء مختلفة وكيفية التعامل مع الأمراض في الأعضاء المختلفة فالفكرة يديد فيها أنها مفتوحة لعامة الشعب لزيادة الوعي الصحي ونفس الوقت لفتح الروابط ما بين المجتمع والديكاتري والديكاتري اللي راح يكونون موجودين راح يتكلمون باللغة العربية بالعامة حتى راح تكون محاضرات إن شاء الله بطريقة جدا سلسة بعيد عن تعقيدات الطبية والمصطلحات الطبية بحيث أن الجمهور إن شاء الله يقدر يستفيد من أكبر قدر من المعلومات اللي محبوضة دكتورة هدين ألتتنا دكتورة ناهد تفاصيل عامة أو خطوط رئيسية للبرنامج حتى لتفاصيل حتم كل يوم الأول لكن لو نأخذ أكثر تفاصيل متى راح يقام البرنامج؟ البرنامج سيبدأ خمسة مارس يوم الأربعة ورح يكون كل أربعة بالليل من الساعة السبع إلى الساعة التسع في كل يتطب يعني كل أسبوع؟ كل أسبوع كل أربعة كل أربعة لمدة خمس يسابي فأول يوم لو خمسة مارس راح يكون نبدي فيه أنا ودكتورة ناهد نتكلم عن تطور الطفل وشون أنه مهارات الطفل التطورية وبعدها راح يكون معنا دكتورة انتصار حسين استشاري الأمراض المعدية عند الأطفال تتكلم عن الأمراض المعدية شون الوقاية منها وأهمية التطعيمات وشون التصرف يعني مو كل مرض نحتاج مثلا مضاد حيوي متى نستخدم مضاد حيوي لأن عندنا لاحظنا هذا من خبرتنا أن الأهالي يطلبون المضاد الحيوي وأن إذا عطيتي بس بنادول أو أي مسكن مثلا مخافض الحرارة ما يفعين دكتورة يقول بس بنادول صحي تبي مضاد أو تبي أبرة أو تبي أبرة ساعة محالين وليس يحتاج الطفل فهذا الشي يعني إحنا لاحظنا الفرق بالثقافة هذه براء الكويت وفي الكويت فإحنا نريد أن نوع الأهالي بالشيء هذا ثاني يوم إن شاء الله رح يكون الأسبوع الوراي 12 مارس رح يكون معنا الدكتور سليمان السعد هو استشاري أطفال خدج وحديثي الولادة رح يتكلم عن كيفية العنايب الطفل وصحة المولود اليديد خصوصا للأمهات اللي حامل أو عندها أول طفل ما عندها خبرة فرح يكتسبون معلومات مهمة مننا وبعدها رح يكون عندنا الدكتور فواز الرفاعي استشاري أمراض الجهاز هذا ما عند الأطفال يتكلم عن المشاكل اللي يصادفونها الأهالي يعني عوار البطن الأشياء الإمساك عشان يتعاملون معها ومتى يروحون للطبيب يبين أن هذا الشي يعني يحتاج علاج ولا يعني يقدروا ينطرون عليه والليوم الثالث اللي هو يوم 19 مارس رح يكون معنا الدكتور أحمد الخباز استشاري الحساسية والربو والمناع عند الأطفال يتكلم عن الحساسية الشائعة في الكويت ومع التعامل مع الربو أحد الطرق الإلاجية للربو والمناع عند الأطفال بعدها دكتور مشاري دهراب استشاري طبيعي عند الأطفال نفس الشي سيتطرق إلى أمراض العون عند الأطفال وكيفية الوقاية من مشاكل النظر للأطفال رابع يوم هو 26 مارس إن شاء الله سيكون عندنا الدكتور بشاير عبد الله تتكلم عن أمراض الأنف والأذن حنجر عند الأطفال ودكتورة هدى الصفار استشاري أمراض الجلدية تتكلم عن أمراض الجلدية الشائعة عند الأطفال جميل ونختمها إن شاء الله بجزء مهم مع الدكتور عبد الله شمسة واستشاري طب طوارئ أطفال ورئيس كلية طب الأطفال سيعطي تدريبات عملية عن الإسعافات الأولية الخاصة للطفل وهذه مهمة أن لا سمح الله أي طارق يصير مع الطفل لازم يكون الأهل على دراية وقدرة على أن شون يتصرفون أن هذا فيها إنقاذ حيار للأطفال صحيح وليها حفل التخرج وتوزيع الشهادات وتكريم للحاضرين معنا جميل دكتورة قلت أن الكثير من الناس ستشارك فيها لعمة الشعب أو لعمة الاجتماع الكويتي سواء كانوا حريم أو رعيي الكبار أو صغار حلو ما يشجع الناس أنهم يقدمون على هذه الخطوة يعني تقول أنا أقرأ وعرف أني أطبق إذا وديت حرارة ما أسوي عند ألم أو يعاني من ضيق تنفس ما رح أخذي جواب تتشاركين دكتورة جاهزيها بعد الفاصل مشاهدين نروح معكم فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا عن هذا المؤتمر وهذا البرنامج المهم جدا لكل أفراد الأسرة تابعونا مازلنا متواصل معكم مشاهدين ببرنامجنا مسائي وحوارنا عن دكتورة نهر قبل الفاصل تكلمنا عن ما هي أهمية أن أقول للناس تعالوا شاركوا في هذا البرنامج قرر أنه مهم أن يتعلم على كيفية رعاية طفل الصغير في البيت أو مثل ما ذكرنا اليدات واليدان اللي في البيت قاعدين شلون يرعون الصغير اللي أمه عندها شغل أو أبوه مشغول عنه نعم هو طبعا أهمية الحضور غير أنهم رح يأخذون معلومات طبية صحيحة ودقيقة وحديثة لأن كل الاستشاريين اللي مستضيفينهم استشاريين اللي هم باع طويل في تخصصهم ومتدربين في مستشفيات وجامعات أمريكا وكندا فعلمهم ما شاء الله يعني من العلم الحديث ومتطور في مجالاتهم فراح يأخذون المعلومة الصحيحة اللي ما فيها أي تشوهات من أي شيء غير البحث العلمي وكانت يقولون رفشت تجربتها مع وردها ولا رفشت تجربتها ورفشت تجربت وهذا تأخذ المعلومة الصحيحة من الاستشاريين اللي رح يكونون معنا ثانيا يكون لهم فرصة يقابلون وجها لوجه الاستشاريين فاللي عندها أي سؤال في الموضوع اللي رح ينطرح تقدر تسأله وتأخذ الإجابة الشافية إلى ذلك المجموعة كلها لما يكون يعني نحن نتوقع إن شاء الله الحضور ما بين 50 إلى 80 شخص الحضور الـ 50 وـ 80 شخص هذين رح يستفيدون من أسئلة بعض وتجارب بعض مع الاستشارة الموجود الإسعافات الأولية اللي رح تنعرض رح تكون فيها جانب عملي فهم هذا رح يساعدهم على تمكين تمكينهم في تطبيق المعلومات اللي هم أخذوها ورح يتدربون فعليا على الدماء واللي رح ين شاء الله الدكتور عبدالله شمزة والفريق الطبي اللي معه رح يدربونهم على عملي بحيث أنهم يتمكنون ويجربون يخذون التجربة فعليا في الإسعافات الأولية جميل وصراح يعني محاضرات قد تكون لا رح أقول مجانية فقط وعنما كمؤتمر وكدورات نسترفع فلوس حتى التعلم شيء معين من خلال نقول زيارة الطبية سواء الكويتين من الزائرين الكويتين من خارج الكويت أو حتى الأطباء الزائرين أنه معطينا معلومات مجانية فايدة دكتوراه هديل ممكن تقول لي يعني بس الأطفال لكن الأم والأب وما تعلمون الأساسيات مثل ما ذكرت دكتوراه ناهد الإسعافات الأولية حكي الأفراد الأسرة وليس فقط الأطفال طيب إذا اخترتوا شعار دليلك لصحة طفلك يعني تحت أي أساس حطيته هذا الشعار طبعا اخترنا الشعار طبعا بعد ما حطينا أكثر مشعار واخترنا الشعار بالذات لأن هو كدليل عملي لصحة طفلك مثل ما تفضلت في البداية يمكن تشتري كتاب أو تبحثين بالإنترنت معلومة وطبق بعد يمكن تأخذين ما تتبخر وغير لمن تأخذين المعلومة من مصدر الثقة ومثل ما قلنا حتى الأشياء الموجودة في معلومات في أشياء خطأ يعني مصحيحة فهذه فرصة أن يكون دليل صحيح ويصحح المعلومات الخطأ التي عند الأهالي فخلال مثل ما قلنا عندنا عشر استشارين معنا يعطونكم معلوماتهم التي اكتسبوها خلال سنوات طويلة من الخبرة والدراسة يعطونكم معهم مثل الملخص أو الزبدة لكل تخصص يعني حتى نحن كديكاترا الأطفال مثلا نتخصصها في الطب التطوري عندما أحضر سأستفيد من خبرات الديكاترا في المجالات الثانية إذا لدي أطفال الفائدة ستكون دليل دليل عملي أكثر مما هو دليل تقرينا أو تشوفين بإعلان أو شيء فهذا المميز فيه وجود نخبة من الأطباء كلهم ونشجع جميع الأهالي وأي أحد يهتم بالطفل أن يسجل وشارك معنا لأن إن شاء الله الاستفادة مضمونة 100% إن شاء الله أكيد كافي أن مثل ما ذكرت معظمهم أو كلهم من ديكاترا الكوتيين اللي عندهم خبرة طويلة في مجال الطب أو كان الطب الأطفال أو حتى على مستوى كل جسد الجسم ذكرت هناك الجهاز الهضمي وأنفو إذا نوح نجره وأيضا الجهاز التنفسي طيب دكتورة ناهد لمني تكلم دكتورة عن المشاركين اللي حبين أن ينضمون لكم أعتقد أن باب التسجيل ما زال مفتوح ما زال مفتوح طيب شنو يشجع الناس أن تعالوا عندنا سجلوا المكان ساعات تسجيل وفوين الناس تنضم لكم التسجيل إن شاء الله رح يكون في مكتب المحاسبة في الجمعية الطبية الكويتية الجابرية بقرب ساعات التسجيل من الساعة التاسعة ونص صباحا إلى ثنائش ونص ثنائش الظهر هل هناك شروط معينة أحب أن أنتم تقدم أوراق معينة أو شروط صحية لا يوجد أي شروط إلا أنهم يلتزمون في الحضور والمشاركة ستكون حق البرنامج ككل ليس المحاضرات فردية في التسجيل ولا يشترط أن يكون عندهم خبرة سابقة ولا لا يتعلمون أساسا سأخبر بالتأكيد منكم بالضبط فالتسجيل إما في مكتب المحاسبة في الجمعية الطبية الكويتية من الساعة تسعة ونص إلى ثنائش الظهر وفي الفترة المسائية من خمسة ونص إلى ثمانية ونص مسائم في المحاسبة في المحاسبة لا يمكن أن يكون محاسبة في مندوب يمكن أن يتواصلون عن طريق رقم الرابطة يتواصلون معهم بحيث أن ينسهل وجود المندوب يوصل لهم في المكان لدفع رسوم الاشتراك والتسجيل الاشتراك جميل دكتورة هديث سمعنا أن هناك جوائز وأيضا سيكون إن شاء الله شهادات تعطونهم للمشاركين في هذا البرنامج شلون طبعا البرنامج هذا هو صح أكاديمية لكن لا يكون ضغط الدراسة والامتحانات والواجبات لكن لنشجعهم أن يركزوا معنا ويستوعبون معلومات كثير في نهاية المحاضرة كل يوم سنضع أسئلة سؤال بسيط عن المعلومات التي شاهدوها وبعدين سيصير فيها سحب على إن شاء الله نتوقع الأغلبية تكونوا تعلموا المعلومات وستقدم هدايا قيمة مثلا على شجعهم يقر تقولين عندنا فرن وخلاط هذا يفاجأ للحضور إن شاء الله نشجع مشاهدين أننا نتعلم شيء مهم مجاني يخدم صحتنا وسحة أطفالنا في البيت أحب أتعرف أكثر على نظام تقديم هذه الخدمة هي ألف بلمية خدمة مجانية هل تكون عبارة عن محاضرة عن مؤتمر عن ندوة يعني وجودة وتواصلة مع الجمهور شو سيكون دكتور ناهد سيكون عن طريق محاضرات لكن كما قلت ليس المحاضرة التقليدية الرسمية سيكون محاضرة تفاعلية مدة كل محاضرة تقريبا 45 دقيقة حال في محاضرتين في اليوم نفس ما تفضلت دكتور هديل وذكرت الجدون من كم لكم نبدأ ساعة 7 لتنتهي ساعة 8 إن شاء الله حال كل يوم يعني 9 من السبع لتسع ساعتين كل يوم حال وفي طبعا بريك طيب جانب العملي فقط في يوم الإسعافات الأولية أم هناك يوم عملي آخر يوم الإسعافات الأولية سيصير تدريب على الدم الموجودة أساس الإسعافات الأولية لأيام ثاني المحاضرات مثل ما تفضل الدكتور هم تفاعلية فما يكون راح يكون في تدريب عملي لأن معظم المعلومات سيأخذونها من الدكاترا مباشرة وإذا عندهم أي سؤال ففي تفاعل مع الدكاترا والشيء المهم من اللي سألتي بالبداية أن ناحية الشهادة سيستلمون شهادتين شهادة الأولى شهادة شهادة اتمام الدورة حضروا كل محاضرات والشهادة الثانية شهادة شهادة اتمام الأسعافات الأولية ورح نقدمها على آخر يوم هو الثاني من أبريل رح يكون إن شاء الله رح يكون رح يكون حفل التخرج وإن شاء الله رح يكون معنا عميد كلية الطب ورئيس كلية الطب الأطفال نعطيهم شهادات شهادتين هذيلي وراها إن شاء الله يكون في جانب اجتماعي نتعشى فرصة للأهل الموجودين طبعا الليبيين يقولون كل محاضرة رح يكون فيها يعني تواصل مع الناس وعشوا يمعا ولا في الختام المجل الأيام رح يصير في كوفي بريك ففاصل بين المحاضرات فهذه فرصة يتفاعلون مع الدكاترة إذا كان ورتاح وستنسوا ما يستمعبون عنكم بالناس حتى تطلق آخر يوم اللي سيكون في عشاء سيكون فرصة لتعارفهم بين الدكاترة والأهالي لأن هدفنا صحة توعية لكن نفس الوقت أن نمد الجسور بين الطاقم الطبي والمجتمع أن الهالي يصير مع الدكاترة يستطيع سؤالهم في سهولة التواصل وأن نحن كدكاترة حالنا حال المجتمع نفسه فنحن فاتحين بابنا لأي سؤال ونحن هدفنا أن ننقل خبر المعلومات التي خذناها للأهال لأن هذا الأساس إذا المعلومات هذه لم تصل للمجتمع نحن في المجتمع نحن نحن تربين ودرسنا حتى نخدم نفسنا ونخدم أيضا المجتمع خاصة بأن الأطفال أكثر الناس في البيت يحتاجون إلى خدمة طبية وعناية طبية وتركيز من الأم والأب أو الذي قائم على العناية بالطفل دكتور نايد أم تقول أنا ما عندي أطفال شنو ممكن أي أستفيد من البرنامج هو البرنامج خاص حق رعاية الطفل هل سن معي مثلا من خمس سنين أو صاعد أو من ولادة للبلوغ تقريبا أي وحدة لها اهتمام في الجانب الصحي أو في الطفل في تنشئة الطفل أم يعني مقبلة زوجة يديدة أو أم حامل مقبلة على طفل ولادة وطفل جديد ممكن تشارك اللي حابة الفكرة فعلا وعندها صديقات أمهات ممكن تهدي لهم الاشتراك كهدية يعني حلو رسوم الاشتراك شنه أو ما تكلمنا عن تفاصيلها أكتر رسوم الاشتراك تشمل إن شاء الله المحاضرات كلها مع البرنامج التدريبي خمسين دينار حق البرنامج كلها يعني سعر ويت جيد يعني بالنسبة حق الخدمات والاستشارات اللي رح يكون فيها مثل ما ذكرت حوالي أكثر من ست أو سبع ديكاترا عشر استشاريين هو الرمزي جدا لتكلفة يعني بس يغطي المصاريف وتكلفة البرنامج يعني غير ربحي نهائيا حلو صراحة أنا أتفق معتش قد تكون الخدمة مقدمة مقابل مبلغ رمزي صراحة حوار معكم يعني يخذني أني أشجع كل من يتابعنا أنه ينضم إلى هذا البرنامج بما أنه مثل ما ذكرنا يعني يحتوي على الكثير من الخدمات الطبية والعناية بالطفل هذا العمر اللي كل مرة ممكن نستفيد من دكتور معي في غتام حواري معكم دكتور هديل شو تحب تقولين أحب أشجع الأخالي أن يشاركون معنا هذه تجربة مميزة وفريدة الأول من نوعها مثل ما قلنا في العالم العربي حتى زملائنا اللي بالخليج اللي نعرفهم لما سمعوا قالوا نحن نستفيد من تجربتكم عشان نطبقها فالحمد لله احنا كنا صباقين أن نيبه البرنامج عندنا بالكويت ومثل ما تفضلته حتى الناس اللي ما عندهم أطفال في عندنا مشاركين مثلا هم طلبوا بكلية الطب شاركوا عساسي بيشوفون مجال الطب الأطفال فهذا يعطيهم فرصة أن يشوفون التخصصات الثانية ونعمل الاحتكاك المباشر وخمتخبرة في المجال نفسه يعني هل يحبون تخصصون بالمستقبل والأطفال ففرصة أن يتواصلون بهذا المجال فنشكر طبعا قناة الرأي اللي دعمهم لنا لأن مثل ما قلنا هذا برنامج مميز وغير ربحي ونحتاج دور الإعلام اللي نشره وإن شاء الله نشوف الجميع يشاركوا معنا وإن شاء الله يستفيدون إن شاء الله دكتورة ناهل العتيقي هي كلمة أخيرة تحب توجينا للإنضمام إلى هذا البرنامج أنا أولا أشكر قناة الرأي على دعم هذا البرنامج وهم أشجع الناس على المشاركة والذي شاركوا نشكرهم على المشاركة والتفاعل ويعني ردة فعلهم كانت مشجعة جدا على أن نحن فعلا نستمر وفي ناس كانوا طالبين فترة صباحية وفترة مسائية لكن ظروف العمل طبعا صعبة وندعو الناس إن شاء الله مثل ما قلنا أنها تجربة فريدة ويديدة من نوعها والمجموعة التي ستشارك معنا هالمرة ستكون أول دفعة تتخرج من أكاديمية الأسرة لطب الأطفال فسيكونون مميزين إن شاء الله هذه المجموعة التي ستسجل معنا إن شاء الله يريد أن تكون موفقين في هذا البرنامج وأتمنى الصحة والعافية لكلمة تابعنا من أمهات ومن الأبهات التي حريصين إن شاء الله أنهم يروحون لهذا البرنامج شكرا للدكتورة هديلي وشكرا للدكتورة ناهد ومشاهدين تواصل معكم بعد الفاصل وموضوع اقتصادي مهم يهم شريحة كبيرة من مشاهدين سواء كات الأمهات أو حتى الأبهات والذين حابين يستفيدون اقتصاديا بالأخص تابعونا مشاهدين فقرتنا الآن تهم كثير مننا كثير مننا يهتم في الوضع الاقتصادي في البلد سواء كان من ناحية الاقتصادية أو حتى من ناحية سياسية وتأثيرها على الفر التضخم المالي والتضخم الاقتصادي والعكاس على المجتمع ما هي الأحوال الاقتصادية الجارية وما هي الأحوال الاقتصادية القادمة هل هي مطمئنة أمن نحن نحس أنه يعني بعض الأمور قد تخذنا سياسيا واقتصاديا في طريق نحن لا نعرف هل هناك حل للتضخم الاقتصادي يعني حوار كثير من الناس بينهم بين بعضنا في الدوانيات وفي البيت وفي المدارس وأماكن العمل يعني نخذ منها تفاصيل أكثر لكن يكون معنا مع ضيفنا المحل الاقتصادي والسياسي أستاذ أحمد المدعج مساء الخير أستاذ مساء الله بالخير الكرامة حيا كلا ويان ومثل ما قلنا أستاذ يعني بالعامية نعاني مؤخرا من الكثير من الناس يتقول والله يعني أنا ما عارف أي منع عندي اقتصاريا مذبذب ما عارف أصرف راتب بشكل زين هذا يعني صولف اللي نقولها في الدوانية ونقولها في البيت نقولها بنا وبن ربعنا في البيوت أو حتى في أماكن العمل خاصة الصبح لما نرد الزحمة الاقتصاد مثلا ما عطانا فرصة نحن نبني مثلا شوارع وايد اقتصادنا نازل اقتصادنا مرتفع سوال فوايدنا نخذها على لسنة الناس بوجه عامي يعني أمي وابوي خالطي وعمتي اللي هما الناس بسيطين اللي دايما يوجهون السؤال مباشرة إلى حد مختص مثل حضرتك شون ممكن تقول لهم عن وضعنا اقتصادي الحين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الوضع الاقتصادي ما يخفى علي إنسان رجل الشارع العادي أنه فيه تضخم واضح في الأسعار طبعا هو المقصود بالتضخم ما هو ارتفاع مستوعة الأسعار الطبيعي أو هو تتابع الارتفاع إلى معدلات يصير فيه تضخم واضح طبعا أصحاب الدخول الثابت اللي هم الموظفين تقريبا وما في حكمهم هذا اللي رح يتأثرهم بشكل مباشر لأنهم أول الناس اللي يشعرون بهذا التضخم أو بهذه الزيارة بس أستاذي أنا أحب تقولي تضخم باللهجة المحلية يعني مثلا أنا أمي في البيت ما عايش من التضخم اللي هو مثل ما ذكرت إرتفاع متتتابع في الأسعار في الأسعار يعني طبعا شيء أبنورمال يعني الارتفاع عادي نعرفه بس لما يصير شيء أكثر من المستوى الطبيعي سونا تضخم طبعا لكن بالنسبة للناس اللي يقيسونها يقيسونها دائما شهريا وأحيانا كل ثلاثة شهور وفيه سنويا طبعا بالكويت الأغلب قياسات تضخم تكون دائما في البنك المركزي وبعض البنوك تقيسها وبعض المؤسسات المدنية لكن خليني أرد على سؤال التي تفضلت فيه طبعا بالنسبة للكويت أصحاب الدخول الثابتة رح تأثرون أكثر شيء لأن تدرين أي إنسان أو مواطن أو غير مواطن عايش على هذا البلد طبعا رح يقسم راتبة تماتيكي يعني كل شهر رح أصرف مثلا الجمعيات الكثور ملابس الكثور يعني مقسم راتبة واضح لكن لما يتفاجأ يلقى أن المخصصات للجمعيات أو للغذاء أو أو للإيجار خلينا نقول مثلا الشيء زاد عن حده من وين يستقطع رح يستقطع من الأماكن اللي فيها ترفيه اللي ممكن يستغني عنها يعني بروحة تلقائية رح يبرمج نفسه إلى الضروريات من الشغلات الاستهلاكية اللي دائما يتعود عليها فإحنا لما نتكلم عن موضوع التضخم من يأذي ومن أما يأذي أنا أتصور رح يأذي أصحاب الرواتب الحكومة طبعا عليها العب العكبر لأنها هي طبعا واضحة أنها مسؤولة عن كل شيء داخل الدولة فهي قامت زادة الرواتب لكن هنا ما فيه كنترول إلا العرض والطلب داخل الأسواق لأن كما تعرفين الكويت بلد مفتوح الاستيراد لا نتحكم في الأسعار صحيح عندما يبن برح لا نحن لدينا هناك شغلات مكلفة عادية بالنسبة بالنسبة للكويت الإيجار والمواصلات لكن المتين السلع من برح لا نتحكم فيها ونخضع لعوامل كثيرة مستويات الناقد البترول وأسعار التعميل عندما يحدث في مخاطر بعض المناطق خاصة بالخليج فهناك طبعا عوامل متغيرة كثيرة ونحن لا يستطيع يقلصها لكن الشاهد أنه عندما يكون هناك أسعار في مستوعة الأسعار ستأثر مواطن الكويتي صحيح طيب أستاذ أحمد لما نقول أنني أعاني متى ضخم أنا كدولة أعاني متى ضخم مردودها على الشعب أو على المواطن أو حتى الوافد لعيش على أرض هذه الديرة متى أقول أنني بالفعل أعاني إذا كان راتبي ما يكفي أنني أسد احتياجات أساسية كما أكل ومشرب وكمسكن متى أقول أن التضخم بالفعل أثر عليه طبعا لما تحسين ما قاعد تلبين حاجاتك الأساسية من السلع والخدمات يعني هني راح تقول أنا فعلا بديت أحس أنه بديت أخذ من اللحم الحي يعني أحيانا بعض الناس مخزن له مثلا سوي له في البنوك كوديعة أو إلى ما شابه أو مخزن له كم دينار للمستقبل فتلقى يصرف فوق راتبة من المخزون هذا إذا أنت مع المدى الطويل شوية ما سيصير ستوصل لمرحلة إفلاس صحيح فإذا كان المواطن على مستوى الشخصي وما عنده إمكانية أن يخلق فرصة وظيفية لثانية يدعم مستوى المعيش علشان يحافظ على المستويات ما نبي نقول نحن الكمالية خلنا نقول الأساسية نحن فعلا في مشكلة رح نصير لذلك نجد أن أصحاب الدخول الثابتة دائما الحكومة دائما وأبدا تتدخل لرفع مستوى المعيش لما يصير هناك فعليا لكن طبعا لما يكون في حالة استمرارية مثل الوضع الحالي لا بد يكون في خطة شاملة لأنه ليس معقولة كل مرة الحكومة تزيد رواتب تزيد رواتب الحكومة تزيد الراتب التجاري يزيدون الأسعار الجمعية يزيد أسعار المنتجات الغذائية السوق والمنتجات إذا كانت حتى ملابسنا ملابسنا احتياجات الطفل احتياجات الأم والأب في البيت يعني كلها أشياء نحتاجها بالترتيب كل شيء متعلق على الشيء طيب الحكومة مثل ما ذكرت تزيد الراتب على أساس التاجر لا يتضع لخطة عمل أنه لا يزيد من أسعار المنتجات الغذائية أو حتى الاستهلاكية والله يفترض في الدول الديمقراطية والأنظمة الحديثة القادمة أن هذه العملية تخضع للعرض والطلاب لكن ممفروض أن يكون فيه رقابة يعني هذا الشيء شريته بدينار معروف أنه خلال آخر سنوات أنه دينار أنزار يزيد دينار 100 فلس لكن أول ما يرفع راتب مثلا 10% يزيد ويسيب دينار ونص فهو قط حتى التكلفة التي أنا مفروض أتكلفها لأن الأمرات يزاد توافقني الرأي أم لا أنا لا أختلف معاك لكن دعنا أشرح لك نقطة بسيطة نحن بالكويت اقتصاد يفترض أن اقتصاد حر يفترض لكن هناك الأمور الأساسية مثل العقار المسكن والمأكل والمشرب يفترض الحكومة في الشغلات في الأغذية يجب أن تدخل الحكومة لكن الحكومة دخلت بطريقة ذكية وهو التموين التموين بالنسبة لي أعتبره مثبت سعر يعني أنت اليوم شلت جزء كبير من الطلب وديته ثابت إذن أنت عالج قضية الطلب صار العرض موجود السعر بروحة القائية الرئيسية نازل الحكومة عالجت هذا الأمر بعض الناس في بعض أعظام سنو مطارحين فكرة اليوم حماية المستهلك كهيئة حماية المستهلك كهيئة ممتازة وجيدة ومعب لكن تحتاج شوط طويل من لائحة تنفيذية من ستاف مدرب أن يراقب اليوم الأسواق مفتوحة أنا استغربت شيء في أحد أعظام مجلس البلدي طرح فكرة ليس فكرة طرح معلومة أن داخل البلدية لا يوجد أجهزة تبين اللحم من الغنم من البقر نوعية اللحم الذي دخل للديرة هذا الموضوع يمكن أن تصبعه طف تم إثارته من جانب كثير من الناس والبعض قال لا تخافون لأن الديرة تحافظ على نوعية اللحم التي دشرتنا كان هناك دعابة تداولوها الناس بالدوانيات يمكن أن يكون لحم خيل و لحم لا يمكن أن نأكل بالضبط هذا صحيح لكن أنا قاعد أقول مصوب بالبيروقراطية الحكومية سأتطول قليلا لكن أتكلم في زاوية بسيطة بالنسبة للمواطن المواطن يجب أن يكون ثقافة ثقافة أطالع السلع التي أحتاجها أساسية و يجب أن أدرس العروض اليوم الجمعيات تقوم عروض لكن المواطن لا يكلف نفسه تدري اليوم أنت تخصص مثلا 200 دينار للجمعيات طول الشهر كعيلة كبيرة أو متوسطة 200 دينار أنا ممكن أوفر منها 30% أنا لماذا أذهب الحكومة و أقول أعطوني 60 دينار أنا أستطيع أوفر من الجزائر كأن الحكومة أعطت دعم 60 دينار لكن يحتاج ثقافة نحن شعب يمكن أن أتكلم مع نفسي لا نكلف نفسنا لماذا لأن نقول مبلغ زهيد لا يسوى لكن عمليا الآن أكثر يعني ما أستطيع أوفر للدولة و أوفر لنفسي أعطيت مثال اليوم كل جمعيات تعاوني يقع يسوون عروض صحي و أساسا شيء مغري أن أنا أخذ بنصف دينار مكتوب على 600 فلس و أخذ بزيادة و أخذ 600 فلس لكن لنحن لدي مواطن لدي جمعية يسوى عروض لدي مواطن كسلان لو توجيه للجمعية بننجسور مع المواطن في طريقة الإعلان يعني ليس لن أذهب للجمعية السوق الرئيسي لكي أشعرنا فيه إعلان يفترض فيه اليوم تكنولوجيا متطورة و الجمعيات يفترض تطويرها كمجلس إدارة كمانجمينت يفترض أن يوصلون للمواطن يقولون الأول تزيد مبيعات الجمعية توفر للمواطن و كسبت رضا المواطن على الإدارة و علمت ما لدي من يلي قد يحتاج أو غير يحتاج بالضبط و أنا أتصور بالنهاية والبداية أي حاجة الإنسان و تدري أنترى اليوم الإنسان إذا ما في حاجة ما يقدر يخترع و العروض موجودة لا نريد أن نطور شيء ترى موجود بس يجب أن تكلفة شوية طبعا نتكلم اليوم نتكلم من جانب الفرد الفرد لو يطور نفسه أنا أتصور يقدر شوية ما أنت شوف النوادي الناس قاعدت تبني أجسام قاعدت تبني عقول ليش ما نبني رواتب بس بطريقتنا وبثقافتنا وأنا أتمنى يكون فيه توجيه صراحة بعض الشيء جميل حضرتك ذكرت أن التواصل بين الجمعية وبين المستهلك قد يكون من خلال سبل التواصل الاجتماعي عندنا تويتر و عندنا إنستجرام والناس ويت تعرض أشياء قد ما نحتاجها لكن نشتريها في مثل يقول العين تأكل أو تشرب أو تستمتع بالشيء قبل حتى ما أنا أرفع ثمنه يعني ما أنا أعتبر أن هذا إضافة إلى الاستهلاك من أننا مثلا أشتري الشيء الذي أشتري بنصف دينار لو حط لي عليه علامة صغيرة أو أي شيء صغير فأنا ممكن أشتري 700 فلس أكثر من الطبيعة اللي أنا أحتاجه هذا ممنوع من نوع التبذير أو حتى أن أنا ساعد أن أروج بضايا قد تكون إينا شب النائب تنتهي تقصدي من زاوية التاجر صحيح التاجر من حق يعرضي من حق يستقدم وفي قانون أنا بالمناسبة أتمنى أتمنى أمنية أن أحد يتبنى اللي هو تضليل المواطن من ناحية استهلاكية هذا موجود القانون في أمريكا لكن الكويت أنا ما أدري ما اطلعت القوانين لكن فيه تضليل وائد بالكويت صراحة خاصة يعني الشغلات إغراءات كثيرة شنوعية هذا المنتج لكن بالنهاية والبداية نحن نحترم رغبة المستهلك وما قد طفلوسه هو مرتاع بس نحن نتكلم عن إنسان العاقل الرشيد اليوم في ظل هذا الغلاء الفاحش اللي قاعد نشوفه شون يقدر يتكافح شون يقدر يقاوم شون يقدر يعيش في مستوى معين ما يبقى لك كثير من الذكاء صراعا بس يبقى لك قليل من الجهد وانا أتصور الكويت يعني فيها مستوى يعني أنا قاعد أقول حق الناس وأقول حقهم فهو قاعد يقدر يتعشى بنصد دينار في واحد خمسين دينار ما يعيش صحيح فأهي على حسب حاجة الناس لكن أنا ما أتصور أنه وصلنا إلى مستوى الفاقع إلا بمكان محدد اللي هو صراحة الإيجارات ومستوى تلقى فعلا هذا شيء يعني غريب جدا واللي أستغرب منه أكثر عدم تدخل صراحة الدولة فيها أو الحكومة برايك ممكن نسوي إحنا كمواطنين حتى نحد يعني لما نسوي نتكلم عن الغذاء يعني لما مرت حملة من فترة خلوها يعني بالعامية يعني خلوها تخيص أن نخليها اللي ما تفسد عند رعيها وما رح نستغلها أو نشتريها بالإيجار ما نقدر ما نسكن يعني أرفع إيجار غالي وأخذ مثلا بيت إلى حد ما قد يكون يعني صقير المساحة صقير الحجم بالإضافة إلى الإيجار يقعد أرفعها الآخرين يقول والله إحنا نسكن بأي مكان وغالبين كلما رح نبعد في الكويت معناها دولة صغيرة المساحة نلاقي إنه نروح نحصل إلى حد ما مساحة سكنية أكبر بإيجار وسط وليس رخيص شنو ممكن تقول حق المواطن حط قرار لنفسك إن الإيجار لا بد أن يكون كذا أو لا يتعدى كذا والله هو شوف صراحة يعني هو على مستوى المواطن ما أعتقد يعني ما يقدر يسوي شيء أنا أقول لك لأن السكن شيء أساسي لكن طبعا هذه قضية عامة بالبلد ومو بالبلد حتى يمكن على مستوى العام بس أنا كنت تتصور وأفضل أن نعالجها يعني تدري القضايا في عرض وطلب وفي أشياء أخرى يعني يعني عرض وطلب ممكن أمور خارجية ممكن تتحكم فيها لكن أنا كنت أتمنى أمني أن يكون يحجم مثل ما تم تحجيمه بالتموين عن طريق يعني لأن الأسكان تتحرك شوية طبعا أنا أتصور أنا تحتاج وقت لكن برضو على المستوى القصير مثل ما تفضلتي واحد يلم نفسه بدل ما يأخذ الأربعة خمس غرف يعني ويتوسع كان بأريحية قبل اليوم يقدر يوفر بس أنا ما أعتقد يقدر يوفر شيء كثير خاصة للسكن الغذاء لا ممكن يتحكم الإنسان قبل ممكن يطلع بالأسبوع ثلاث أربعة طلعات مع العائلة الأيام ممكن يخفف شوية نوع المطاعم نوع الأكل نوع الغذاء تدري الحمد لله كويتين حنا ما ننخش على عد السفرة دائما مليانة ربي لك الحمد يعني بس شوية يصير فيه نوع بعدين هو تبذير يعني حتى يمكن مو بالقانون بالأخلاق بالشر يفترض أن يصير فيه نوع من القتل مو قتل نوع من التقنين أو الاقتصاد ببعنا الصح يعني الاقتصاد رسول الله عليه وسلم أمر أن نحن ما نكون مبذرين لكن الناس تقول العين تاكل قبل الفم يحب أن السفرة عليها أصناف وأنواع وممكن يقومون حتى اليهار وما كليم يعني نص الموجودة على السفرة وعزيك الله ما ردنا بيكون مكبوب أو حتى مثل ما نقول يعني البعقين جدين يقول باتش بنأكل نصيحة قدمها لشنون أنا أكون مقنن اقتصاديا وماديا خاصة في مجال التقضية لكن بعد هذا الفصل مشاهدينا تابعونا ومستمر معكم مشاهدينا في فقراتنا عن الاقتصاد أو ما صح النحية الاقتصادية في المجتمع الكويتي ذكرنا أستاذ أحمد نحن نقدر ناخذ نصيحة من حضرتك تكون نقتصد فيها قذائيا من أن نوفر لرب الأسرة أنه يعطي خيرات أكثر لنوعية القذاء لبيته وفي نفس الوقت أنه لا يقنن على عياله أو أنه لا يقصر عليهم كيف طبعا أي إنسان اليوم يخطئ خطوة لا بد يفكر جدام شوية أنا أتصور يعني صراع الإنسان المضطر اللي ما عاشا ما قاعد يكفي وقاعد يستقطع من الراتب لأنه ذو الدخل محدود يعني عن طريق الراتب يفترض يسوي سيرت بينه وبين نفسه شوية بحث شنو الشغلات اللي ممكن يستغني عنها شنو الشغلات اللي ممكن يقلل منها شنو الشغلات اللي ممكن تكون يعني بالتعويض عن هذه الأمور ذلك أنا أتصور ما في أسرة كويتية اليوم خاصة غذائيين إلا الحمد لله في نعمة وخير صحيح وأنا أتصور هو خليجرب أو إيه خليجرب بينه وبينه راح توفر جزء كبير الراتب يعني راح شوية يتوسع مو لأنه زاد إرادة لأنه خزن أو سيب في بعض الأمور بجانب الغذاء لذلك هذا المبلغ صغير ممكن ترحل المكان ثاني سواء التطبيب أو الملابس أو للشغلات الضرورية فأنا أتصور بالنسبة لكويتين وبعدين أصلا الشواهد لا يحتاج أسدلي ما فيه ما شاء الله عيالنا فيهم مرض السمنة كلهم أصلا أعلى دولة يعني من دول ما أقول أعلى العربية تعالى نحن الكويت فيها أكثر مسبة السمنة هذا وفرت على نفسك فلوس حق النادي وحق الشغلات التي تسوي فيها التمارين فأنا أتصور يبقى لها شوية بس عقل لكن من اللي يقدر يطرح هذه الأفكار ويأمنها أنا أتصور الأسرة ككل راح تستفيد منها أنا أتصور جميل طب أستاذ أحمد لما أتكلم شوية عن يعني حذرت ذكرت أن كيف نطور البلد اقتصاديا يعني أنا كمواطن عايش بالدولة حاب أني أخدم ديرتي وأطورها اقتصاديا وأحدد اقتصاديا لأن إحنا في حاجة لهذا يعني الباب نطور تعليمنا نطور خدماتنا الطبية خدماتنا الهندسية لكن اقتصاديا كيف أضع ثقافة الفرد الاقتصادية والله أنا أتصور بالبداية يجب الإنسان أن يثقف نفسه في مجال عمله لأن اليوم أنت لما ثقف نفسك توصل لمستوى معين من العلم تبدأ تبتكر أنت من بداية تبتكارك تبدأ تطور الجزء الذي ينتهي والأفكار والثقافات لا نعرف تنتقل من إدارة من وزارة من حكومة من قطاع إلى قطاع لذلك أنا أتصور أن الإنسان يجب أن يسلح نفسه في ثقافة معينة في جزء من عمله وأنا أتصور لو كان فيه على مستوى الأفراد اليوم نقول الأسرة بناء المجتمع أنا أتصور حتى في الناحية الاقتصادية الأفراد أهم طاقات أهم نعوّل عليها كثير ابدأ ثقف نفسك ابدأ الكويت اليوم سوق مفتوح الاستيراد مفتوح العمل مفتوح كل شيء أنا أعتبر مع أن طبعا انفتاح جزئي شوية لكن اليوم ليس أنت تصير تاجر جملة ولا تصير وكيل تقدر تشتغل بالتجزع تشتغل بالاستيراد والتصدير تشتغل أي حرفة موجودة اليوم لكن أنا أتصور أن صاحب السمو يعني ألطال الله في عمره وهو طرح فكرة المركز المالي فكرة المركز المالي أفضل شيء للكويت لأن عدد سكانها قليل شعب مثقف يملك رأس مال كبير يقدر يستوري التكنولوجيا أنا أتصور حتى أن نقدر نقلل من العمال الهامشية اليوم لذلك أنا أعتقد في المستقبل القريب يعني لو تم تطبيق هذه الفكرة وأنا إن شاء الله متفائل أمانة خاصة في موضوع المركز المالي أنا متفائل لأسباب ما أنا بي نذكرها الآن لكن أسباب اقتصادية إن شاء الله مستقبلية على العالم كله وبين قوسين ارتفاع مستوى يعني مو مستوى عفوا ارتفاع أسعار النفط رأيكون إن شاء الله بإذن الله لذلك أنا أتصور أنه لو صار فيه انفتاح رح يخلق لنا فرص وظيفية يقلل من الثقافة التي تأتي مع العمالة الهامشية نطور بلدنا ونطور نفسنا هذا الاستقرار بعينها طيب أستاذ يعني نقطة نعيشها الحين بما نحن في شهر فبراير الكثير من الناس تقول فبراير في تخفيضات فبراير قد يكون لنا من الناس اللي عطلت الربيع أو عطلت نصف سنة دراسية موجودين عندنا عندنا مهرجان وعندنا حفلات وعندنا نشاطات وفعاليات كثيرة تخدم وترفع مستوى الدخل إلينا الحين ما يأثر علينا كاقتصاد للفرد إننا يرتفع لدي دخل الدولة يرتفع دخلي للعكس نحس أن يصير عندنا زحمة يصير عندنا ارتفاع بلا سعار قد تكون بعض المحلات المشاركة تسوينا ترويج لبعض البضاءة أنا ما شعر فيها لأنني أغير إن أنا رفع ينصرف 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 متى أشعر أن فبراير يرفع من دخلي أو من اقتصادي تتكلمين كفرد أو كحكومة تقصدي كتأثير لأن الاقتصاد عندما يكون عندي دخل من فبراير كمهرجان علي أنا كفرد هنا في هذه الحالة طبعا مثل ما ذكرنا قبل قليلا الإنسان إذا حاول يخلق لنفسه فرصة وظيفية معتماد على كل يعني أي بزنس يستطيع أنت طبعا في هذه الموسم ستستفيد من نوائل الشرائح التي تستفيد من اقتصاديات المهرجانات يعني ممكن تكون الفنادق بعض المعارض بعض القطاعات فنادق يمكن درجة أولى لأن تسكين للآخرين ويفترض حتى صراحة الفنادق والمعارض والفاصلتي للسياعة الشرائح السياعة يفترض حتى لو في توظيف موقع يكون في تجهيز قبل أشهار بعد لأن نحن نستثمر وستثمر ليس بزحمة بالزحمة الناس بالشوارع لا تستفيد منها الاقتصادي بالعكس خلال أمن واضطراب نفسي من كثر الزحمة والناس ملت بالعكس في كثير من العوال بدأت تهاجر بأيام الاحتفالات لأن هناك زحمة هناك مرور ما هو الحال أستاذ بالفعل نرى الظاهرة وائد منتشرة في آخر خمسة سنوات أن بالعيد الوطني الإجازة تصير لخارج الكويت بعيد الأضحة بعيد الفطر لو عندنا مناسبة صادفة يومين وارا بعض أطولنا يوم الوسط اللي هو يوم مبهم على طول الناس السافر وتقول أنا تعبان اقتصاليا أو ماديا لأن لما نقارن شونا نقع نشتري من بره مع المقارنة الداخلية أنا أعتبر عدم ذكاء من تجار الكويت طبعا التجار تجزع أكثرهم مع تكلفة السفرة الإقامة والسفرة كل إنسان بسيط لا يحتاج إلى إنسان سمارت لأن يعرف هذا إذن ما لديه مشكلة لديه غلاء التاجر يجب أن يثقف أنه تقصر زبائن وهو يشوف قد يكون بسبب ارتفاع العقار اللي هو الإيجار تكلفة الأياد العاملة قلة الفرص في المواسم قاعد يعوض في هذا الموسم بس لا يكون المستهلك الكويتي ذكي مو غبي خاصة بالسلع الكمالية السلع الأساسية نوعا ما الغذاء شوية أنا قلت العين تاكل قبل البطن لكن أنا خلينا أقول نقطة وأتمنى أنها تصير صراحة يفترض يصير عندنا ثقافة خاصة في فبراير شهر فبراير عيد احتفالات وعيد يعني أعياد ومناسبات وطنية لماذا إحنا ما نثقف نفسنا ونبدأ ندعم بلدنا بديننا لماذا نقط وفلوسنا هذا الوطنية بس برضو يعني ما تكلم عن المستهلك حتى التاجر يفترض أنه شوية يرعي هذه الظروف علشان سيرفايفي علشان يقدر يقاوم صحيح طيب صراحة سؤال يطرح نفسي الآن في فبراير أقدر أقتصد بس فبراير ليش عندي عروض قدائية محلية من خلال بعض الأماكن قلوا أنا أسوي السلعة أم دينار أسويها بسبعين وخمسين بالإضافة أن هناك ربع قد نتدخرة لكن أي مثلا عروض الملابس عروض الأغذية عروض الفعاليات الخارجية تخليني أقتصد أم لا أقدر أقتصد طبعا هذا نوع من الذكاء كيف أنا قلت شو أنت اليوم خصصة مثلا مبلغ معين حق الغذاء أو الملابس أو السلعة الأخرى أو الخدمات اللي محتاجت يعني أنت اليوم لما توفرين بهذا المبلغ هذا يعتبر أنت وسعت من إرادة الشهري يعني أنت طورته فور ناثن صحيح بالعكس أنا أعتبره ذكاء بس السؤال من هو الذي يستفيد من هذه الثقافة بالفعل منه الإنسان الذكي الذي يعتقد أنه جاد وقاعد يدير حياته أو حياة أسرته وهذا الإنسان الذي يعتقد أنه ذكي وعرف صدقين أقول لتشغلة في ناس ما تفرق معام يروح بالعرض وغير العرض ويروح بره يتذمر يقول الراتم مكافي بالفعل نحن نحتاج ثقافة اقتصادية مجرد نعيد توزيع كيف لون الصرف نعيد ثروات أصلا بالأول كمواطن لكن كدولة عادة صياغات الثروات المتوفرة عندي كدولة يسام فيها المواطن أم لا فقط تكون هناك الأيدي المتمركزة كحكومة كمجلس أمة كوزارات لا أعرف بالضغط ما أقدر أشكلها لكن من الممكن يقدر يتحكم فيها أنا أتصور أنه يفترض اليوم شوية الحكومة يعني هذا مسألتها السؤال يعني تحرر بعض القطاعات خلوا الناس يديرون خلوا الناس يعني التاجر تاجر التاجر وظيفته تاجر يعني لماذا ننظر التاجر نسي وننظر الحكومة نزينا أو الحكومة نزينا التاجر ما قاعد يلعب دور التاجر خاصة اللي يعني ليش التاجر تحطه سياسي السياسي تاجر الحكومة خل التاجر هو يقدر يقول في مثل شعبي يقول عط الخباز خبزة لو أكل مصة أو ما رايح أكل مصة هو يستفيد برضو التاجر يعاني يعاني من العمالة من البروقراطية بالتجارة بالبروقراطية في المالية البروقراطية في الشؤون نحن قاعد نشوف هذه المشاكل صحيح لكن هذا من دوره دور الحكومة لأنه يفترض الحكومة اليوم تبادر وأن حسنية لأن التجار بالنهاية بناء البلد يفترض لكن مع المراقبة ما يكون في استقلال وجشها لذلك خلوا التاجر لعب دوره خلوا حكومي لعب دوره خلوا المحامي لعب دوره لماذا لا نعطي كل إنسان حقه وبعدين طالبه هذا يعني وجهة نظر جميل أستاذ أنا في ختام حواري معاك اليوم نصحة الاقتصادية التي تقدمها لكل من يتابعنا سواء كان مواطن موظف أو حتى تاجر مثل ما ذكرت والله أنا أتمنى صراحة أن يكون هناك طبعا فلسفة عامة للحكومة بوضع المسميات بأماكنها أنا أتمنى وأتمنى من التجار طبعا وممثله بغرفة التجارة مثل ما نعرف أنهم قادوا البلد في أحقبة كثيرة وعزمنا كثيرة أن يكون لهم دور وشرعون وساهمون لأنهم مسؤولين عن شريعة التجارة دعوا المواطن يحصل على فرص يحصل على إرادات على أساس يغذي تجارتكم يتمشي هذا السايكل لأن من وين الفلوس من الحكومة للمواطن للتاجر التاجر وين يوديه يفترض أن يستثمر فيها فيشغل المواطنين المواطنين يأخذوا الفلوس يعطونها التاجر هذه الحياة لكن أنت لما تقصها بالنص يعني أنا قيتني اليوم الكويتي مقيت لا يستطيع يعمل أكثر من وظيفة بحكم قانون دعوا يعمل يا جماعة بس حاسبة إذا ما داوم يعني ما رحيق حتى لو ما يشتغل الوظيفة اللي ما يبي داوم ما يبي داوم ما تقدر تقيد لذلك أنا تصور السايكل هذه لازم تمشي عجلة التنمية هذه السايكل من إلى لازم تدور الحياة لكن لما يكون عندي شريحة كبيرة ما احترامي يعني الأموال التي تخرج خارج الكويت سواء استثمارات أو غير كويتين حتى طبعا يضعف من قيمة البلد مع أن منهم حق وهم قاعد يخدمون ما قاعد يأخذون مني يأخذون حق هذا مقابل عملهم يستهلون يستعقون قاعد يبنون البلد بس أتكلمنا اقتصادية يفترض أن يعتمد على العنصر الوطني الأفضل كلنا نتمنى ذلك وأستاذ أحمد المدعج كل شكر لك لحضورك معنا اليوم وأنا سعيد جدا بلقائكم وشارك شاكر لكم على الحصوص سأتكلم معنا مشاهدين نتمنى صحة والعافية لكل من يتابعنا وتنرتفعنا أساسا كأفراد في خدماتنا لدولتنا وبعدين نطالب بحقوقنا أكثر وأكثر الصحة والعافية لكل من يتابعنا اليوم عبر شاشتنا شاشة الراي تصبحون على خير ونشوفكم باتر في حفقة جديدة من مساء مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة